بصلنا إلى محطتنا الختامية بصباحنا لليوم ويمكن هاي محطة لكل الصبايا بيهتموا فيها وبيحبوها اللي هي كيف ممكن حافظ على البشرة وهلأ نحنا بلشنا بتغير يعني عم ننتقل بين الربيع وبين الصيف وأول شي بيتضرر بمرحلة الانتقال أو حتى بالفصول الآسية على البشرة مثل الصيف هو الجفاف جفاف البشرة حتير بنسمع بهذه الفكرة وحتى تحت الهواء كنا عم نحكي أنا ونرمين أنه هلا نفكر بواقع الشمس بواقع الشمس مع أنه لازم كل السنة نستخدمه بس نحنا بنتذكره بالصيف 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 رح نحكي أكثر عن تفاصيل بتخص العناية بالبشرة بفصل الصيف وأيضا أثناء فترة رمضان والصيام كيف ممكن نحافظ على رطوبة البشرة لساعات طويلة من دون تناول المياه كل هالمواضيع رح تعرفنا عليها أكثر ضيفتنا بالستوديو جيهان إدريس اختصاصية بأرجال دي أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا حبيبتي صباح رمضان كريم رمضان كريم أهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم أهلا وسهلا فيكي كل سنة وتسعى الميني حبيبتي صرنا فترة بسوريا ما عم نحسك بفترة الربيع فورا من الشتيف أسبوعين ثلاثة مكون طلعت الحرارة صرنا بضيء الصيف أسبوع أو حتى أيام عم بتكون خلين نحكي قبل ما يعني نفوت رسميا بفصل الصيف كيف ممكن نحنا نحضر بشرتنا لأجواء الحرارة العالية هلا الفكرة الأولى أنه رحنا دائما لازم نرطبها نرطبها نحط بانتينون نحط مرطبات نعمل ماسكات خفيفة مثل ماسك لخيار حتى نتناول الخيار يعني بشكل ممنيح أنا كتير بشجع على الخيار لأن الخيار بيعطي رطوبة قوية للجسم نكتر شرب مي هي يعني قصص بسيطة بتحللك أزمات كبيرة بالنسبة لبشرتك أهم الشي هي أول فكرة هي المرطبات أنك أنت تضلك قدامي على المرطبات بس لحنا في عنا أنواع بشرات يعني ما فينا كل البشرة الدهنية ما منفع تتكتري عليها مرطب 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 خاصة إذا كانت فيه بتركيبة الترطيب شي نوع من أنواع الدهون يعني شانا نحنا نرطب ونحنا نزيد الوضع سوء شانا هيك لازم نركض على موضوع يعني على أشياء بسيطة بتخفف هذا الشي إنه نحنا نحاول دائما بانتينون مرطبات وندير بالنا يعني هلأ دائما هي البشرة الدهنية بيكون فيه أماكن الدهنيات وأماكنها شوية هي كثير أحيانا بتجي مع البشرة المختلطة منقدر هيك نوازن يعني فينا نقول نحط مثلا على ونطقة تيزونا هي دائما اللي بتجي كلها يعتح وبعض أطراف اللي خدود نحط مرطب نكتر شرب مياه بالنسبة للبشرة المختلطة أو الدهنية أما باقي البشرات دائما مرطبات طيب بما أننا حكينا عن أنواع البشرات فيه مقولة بنسمع فيها أنه لون البشرة حتى بيأثر الدهية بتتضرر من الشمس فبيقولوا مثلا البشرة الفاتحة ممكن يكون أكثر تضررا من الشمس تعرضا إلا فبيصير عندها نوع من أنواع التصبغات حتى بيقولوا بتظهر فيها علامات الشيخوخة أكثر من البشرة السمرة دي صحيحة هاي المقولة وشو السبب؟ هلا هي فعلا صحيحة البشرة الفاتحة وقت تعرضيها للشمس صير عندنا تصبغ صير عندنا بفرس جسم مادة الميلانين مشان هيك لحنا البشرات البيضة دائما نقولوا لازم تحطوا واقيات ما نطلعوا على الشمس تديروا بالكون تحطوا النبضارة تحطوا طائية تحطوا واقي تحطوا الواقي تحطوا كمامة تديروا بالكون من موضوع الشمس الفكرة الأساسية أنه أي نوع من البشرة هو بتعرض أكتر للشمس أو أي هو عرضة أكتر للأزى من الشمس هي كل البشرات يعني هي كل البشرات إذا تعرضيها للشمس بشكل مباشر ومؤذي بيأذيها بس من نفس الوقت هي الشمس منيحة للبشرة يعني من نفس الوقت الشمس بتعطينا طاقة إيجابية وقت اللي احنا منتعرض للشمس أو هلأ صارت كمان الصوايا هلأ عبدات الصيف بصيروا بتعرضوا للسولاريوم وبتعرضوا لأشعة الشمس هي كتير منيحة يعني بتحفز كل جين بتعطينا ضارة بتعطينا فيتامين دا للشمس كتير منيحة بس الفكرة اللي حتى في أنه أثبتت الدراسات أنه الدماغ بيفرض هرمون اسمه سيروتونين هذا الهرمون بيعطيك إحساس بالسعادة وبيعدل مزاجك يعني وقت تتعرضي أنت للشمس بتنبسطي يعني بحكس شمال القرى الأرضية كتير بتلاقي عندهم ما في شمس بتلاقي بتصيبهم حالات اكتئاب نتيجة عدم تعرضوا لأشعة الشمس هي الشمس منيحة بس الفكرة أنه أنت كيف تتعرضي للشمس أو كيف تتعرضي للجهاز لأنه جهاز مثله مثل أي غيره إله مساوة أنك تتعرضي إله فترات طويلة تزيدي حرارته تنحرقي هي الفكرة أنك أنت تعدلي بهذا الموضوع خلينا ننتقل لفكرة الواقيات الشمسية كيف ممكن نختارها نحن شو التركيبات ما بنا نذكر أسماء تركيبات أساسية لازم تكون موجودة أي مت يطبق كيف يطبق خلينا نعطي تفاصيل عن هذا الموضوع أكتر بالنسبة للواقي الشمسي أنا دائما بنصح فيه قبل ما نطلع مثلا خاصة هلأ بالصيف قبل ما نطلع على مشوارة نحط الواقي على بشرتك لمدة ربع ساعة بعد ربع ساعة تمسحي الواقي وبتطلعي ممنوع أنك أنت تحطي الواقي وتطلعي أو فيه ناس قام بيقولك جددي الواقي أنت جددي الواقي أنت وبالطريق جددي الواقي أنت وبالبحر جددي الواقي هاي فكرة كتير سيئة لازم إذا جددنا الواقي نستنى ربع ساعة ونمسح كل شي بزيد لأنه اللي بزيد بيتفاعل مع أشعة الشمس وبيعطينا مردود عكسي بيحرق البشر وبيعط يعني بتلاقي الوش بلش يعرق يا ما حطيتي الواقي صار وشك على سواد أكتر ما أنه هو بيض هي هاي الفكرة أنت وتنطقي دائما المادة المنيحة يعني دائما تنطقي الجودة بالمادة يعني ما ننطقي أي مادة مما أنه واقي حدا لازم تنطقي يعني المادة المنيحة بالواقي كمان في تساؤل هلأ بنشوف كتير ماركات تجارية بتسعى الآن يعني لأنه الصبية في كتير صبايا ما بدي أحط واقي شمسي بس وأطلع فأنا بروح بختار واقي شمسي فيه لون صار هلأ عم شوف واقيات شمسية معها الألوان واحد واثنين وثلاثة ودرجات للوش مدى صحة استخدام مثل هذا الشي إضافة إلى أنه في ناس بتقول لا أنا بجيب واقي شمسي شفاف عادي بحطه وبحط فوقه وبعدين طبقة الميكب اللي أنا بدي أطلع فيها خلينا نحكي عن الفكرتين هلأ الفكرة الأولى هي غلط يعني فكرة يعني غلط بحتة يعني ممنوع تحط الفوند هلأ بيكون فيه تركيب تواقي لأنه مثل ما قلت لك الشمس بتتفاعل مع تركيب تواقي بتعطيكي مفعول عكسي يعني ما بتمسحي باللي بيجي فيه ألوان لا لا أبدا بتحطيه شفاف وبتخليه على بشرتك لابدت ربع ساعة كل شي زايد بيمتص الجلد كل شي زايد بتمسحي بعدين بتحطي الفوند تبعك وبتطلع ممنوع تحطيه واقي لأنه فيه مثل ما قلت لك بتركيب بتفاعل مع الشمس بيعطينا مفعول عكسي تمام كونو عم نحكي عن الواقيات دائما بيفصل الصيف منحب نتعرض لأشعة الشمس لفترة معينة لناخد فيتامين دال إذا بنقول هذا الشيء صحي يكون نحن حاطينا الواقي ولا بدون واقي كونه نحن مثلا لازم يوميا نتعرض ربع ساعة للشمس بشكل مباشر لا هلا نحن وقت نتعرض لأشعة الشمس دائما نحن ننصح نتعرض من الفترة الصبح بين التسعة والعشرة والحداش هاي الفترة ما بتكون الشمس قوية ولا تحرقك ولا لا حضرك لا ما بي يعني ما من شو يعني ما من قللك لا لا تحطي ولا لا ما تحطي أبدا لأنه هاي الفترة ما رح يضر هاي الفترة الصحيحة هاي اللي ما بتضر البشرة طيب خلينا نحكي كمان اليوم عم نشوف كتير من الأشخاص عم يعتمدوا على مواد تنحط على الجسم ليكسبوا اللون الأسمار أو اللون الأسمار المحمر البرونزاج السولاريوم نحكي عن الفوائد والمضار من هذا الموضوع مثل ما حكيت هلأ من شوية بالجزئية من شوية يعني ركزت على موضوع السولاريوم أنه هو منيح وإلى فوائد كتير منيح لأنه هو بيعطينا أشعة نفس أشعة فوق بالنفس الجية نفس أشعة الشمس بس الفكرة أنه لحنا نعرف نضبط الجهاز كيف نضبطه ما نزيد حرارته مشان ما نحرق الجسم بس هو إله فوائد كتير يعني هو بيحفز كل جين وبيعطي فيتامين دال حتى بي إحنا منوحد اللون فيه وإن تكون لدينا تشقوقات بالبطن كتير صبايا بيكون لدينا تشقوقات باللفخات بالضهر بيتعرضوا لأشعة الشمس حتى يوحدوا اللون حتى يخفوا هذا الموضوع لأنه التشقوقات للأسعب صعبة كتير حلها بيلاقوا هذا الحل هو الأسرع لهن أنه هنا يسمروا جسم كلهم شان يخفوا هاي التشقوقات هو بصراحة مثل ما تلك السولاريوم أشعة الشمس هي مفيدة بس بحدودها كمان من الأمور اللي بتبعوها الصبايا وحتى الشباب أحيانا هو موضوع تقشير البشرة في تقشير بيكون عميق بالمراكز ممكن يصير ممكن يكون في تقشير منزلي بخلطات معينة أو حتى يمكن بأدوية معينة ممكن نحن ناخدها من الصيدلي برأيك كترة التقشير كمان ممكن تضر البشرة ولا في قواعد معينة أيضا نحن ممكن نسوي هذا التقشير تقشير كل الصبايا بيكونوا حاطين ببالة وإنحنا بننقشر ننقشر بالشتاء من شان ما يتعرضوا للشمس ومن شان ما يحترقوا الحرارة وهيك الآن إحنا بأي وقت إحنا في ننقشر في ننقشر بالصيف عادي بس وقت ننقشر بالصيف نعطي يعني نعطي التعليمات للمرضة وهي تلتزم معنا إحنا نقشرنا بنحط ماسك على وشنا واقي بنحط نضارتنا نحط طائيتنا نطلع على مشوارنا خطف ونرجع أقل شي نعود يومين بالبيت بعد التقشير الممنوع تتعرض لأشعة الشمس نهائية وكمان فكرة بالنسبة للتقشير في عنا أنواع تقشير في عنا فيه سنفرة عادية بعملوا تقشير فيه ناس بعملوا سكر وقهوة فيه أكتر من نوع يعني فيه أنواع كتير فيه التقشير الكيميكال اللي هو الكيميائي ولازم يكون يعني يتطبق تحت إيدين خبيرة لأنه إذا زادت زادت العيارات بتركيبة الكيميكال بجوز يحرق المريضة ويعطيكي مردود عكسي يعني تحترق مشان هيك لازم يتطبق تحت إيدين خبيرة ومثل الفكرة اللي دائما بحكي عنها أنه أنت لازم تشوفي جودة المادة تعالفين شو عمين حط على وشك شو المادة التقشير اللي عم تنحط عرفتي أنه تعالفين أنت شو هي هي هاي الفكرة طيب خلينا نحكي عن أفضل مثل ما بيقولوا النصائح وأفضل الوسائل والأساليب اللي ممكن مثلا هلأ المرأة العاملة يعني أغلب الصبايا والسيدات هي امرأة عاملة فعندها نظام يومي طويل في منهم كتير ما بيكون عندهم وقت لجلسات التقشير ولا حتى المنزلية مو بس اللي ممكن تخضعها بمركز أو عن الطبيب فنحكي عن أفضل النصائح اللي بتنصح هي يوميا تقدر هي تعملها خطوات بسيطة هلأ هي الفكرة الأولى لأهلي ما عندهم وقت أبدا أنهم يعملوا شيء لأنهم عندهم وقت كل آياته صار يطلع على شيء بيعرف ايه كله صار بيعرف صار عنه شيء اسمه حق الميزو حق بلازما أنه لازم نتبع نعرف شو جودة المادة نعرف شو المادة اللي عم تنحقن قبل ما تروحي عند الدكتور تسألي شو المادة اللي بتحقل ياها أكيد إذا هو كان صريح وواضح معي بيقرشيك الأمبول بتصوري بتقري عنه 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 الناس كلها تصار تفهم ما عطص في حدا غشين كل الناس تصار تفهم شو عم يحقن بوجهها شو المادة اللي ميزو عم تنحقن يعني الأهم الشي أنك تبحث عن جودة المادة هلأ بالنسبة للشي اليوم اللي بدأت عمله الصبية بالبيت أنه أول شي دائما ترجع من الشغل تمسح الميكاب عن وشها ما تخلي لفترات طويلة تمسح بمية ورد قبل ما تناب تحط مرطب معين هلأ كثير في صوايا كمانا فاضي لا رح نعمل تقشير يعني في كريمات بسيطة فيك أنك أنت على الأقل إذا ما بدك تعمل شي بس تديري بالك عليها ليه هي فيه شي اسمه زيرانون فيه شي اسمه روتنويد بالنسبة للتصبغات فيه عنا أكتر من حال فينا يعني نمشي مع الصبية نعم ودائما خبراء البشراء المي دائما بيركدوا ليس في الشيطاء طبعا هي المي خاصة هلأ خاصة هلأ برمضان يعني هلأ إحنا بداية الحديث نعم تحكوا أنه شو لازم نعمل برمضان تكتري شرب الماء بالفترة بين الأفطار والسحور تكتري أكل فواكي برطان خيار أنا دائما كتير بشجع عليه خلي سحورك الصبح بدال الشاي تاخدي قطع خيار لأن الخيار بيعطيك نسبة ترطيب قوية هي يعني نصائح كتير بسيطة وخفيفة بس أنك تم بصي عليها يعني نعم أكيد بدنا نشكرك كتير على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي قدمت ليا يا هلأ شكرا كتير إليك يا حبيبتي أهلا وسهلا